تستعد القاهرة لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين في استيقظة ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن شدد في اتصال هتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين تنياهو على الحاجة الملحة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وناقش المحادثات المقبلة في القاهرة والرامية لإزالة أي عقبات متبقية وضع ضبابي يكتنف مفاوضات التهدئة بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة مصرية أمريكية قطرية وبعد جولة أولى استضافتها العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع الماضي يترقب الجميع جولة جديدة ينتظر أن تلتائم بالقاهرة لجسر الهوة بين إسرائيل وحركة حماس تمهيداً للإعلان عن هدنة واتفاق طال انتظارهما القاهرة التي لم تتدخر أي جهد منذ العدوان الذي تجاوز سلاس مائة يوم وخلف وراءه أكثر من أربعين ألف شهيد ونحو سنين وتسعين ألف جريح ترى وجوب ممارسة أقصى الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية للذهاب إلى اتفاق منع لتساع رقعة الصراع وتدهور الوضع الهش بالمنطقة إلى مستويات لا يمكن احتواؤها القاهرة التي كانت ولا زالت الدعم الأمين للقضية الفلسطينية استضافت منتصف الأسبوع وزير الخارجية الأمريكي أندري بلينكين لبحث التفاصيل المتعلقة بالصفقة وتجاوزها وخلال المحادثات أكدت القيادة المصرية على أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب في غزة مشددة أيضا على أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون بداية لاعتراف دولي أوسع بالدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين باعتبار ذلك الضمان الأساسي لاستقرار المنطقة واستعرض الرئيس السيسي خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي جهود الوساطة حيث تبادل الآراء بشأن نتائج جولة الدوحة وسبل تحريك الموقف وبناء على جولة بلينكين بالمنطقة واستجابة لمساعي القاهرة ومواقفها جاء الاتصال الهاتفي للرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو حيث أعلن البيت الأبيض أن بايدن أكد لنتنياهو الحاجة الملحة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وضرورة التجاوب مع المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى الاتفاق من جانبه أصدر مكتب نتنياهو بيانا أكد فيه أن إسرائيل ستصر على تحقيق جميع أهدافها للحرب كما حددها مجلس الوزراء الأمني بما في ذلك أن لا تشكل غزة مرة أخرى تهديدا أمنيا لإسرائيل يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه حركة حماس أن أي اتفاق لابد أن يحقق الوقف الشامل للعدوان والانسحاب الكامل من غزة وبدء الإعمار وإنهاء الحصار مع صفقة تبادل جدة إذن هي جهود متواصلة تبذلها مصر بالتعاون مع الوسطاء لحلحلة الموقف وتجاوز التعقيدات والعقد التي يتمسك بها رئيس الوزراء الإسرائيلي للحيلولة دون استمرار الوضع كما هو عليه وتأجيل حسم المفاوضات لما بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر المقبل كما يأمل نتانياهو ترجمة نانسي قنقر